قالت مصادر حقوقية ان ميليشيا الحوثي اختطفت سبع صيادين يمنيين عقب وصولهم الى ميناء الاستياد في مدينة الحديدة قادمين من سجن ترمة في عصب الارترية عبر ميناء الخوق مع ثلاثة وتسعين صيادا اخرين واشارت المصادر الى ان الميليشيا الحوثي اقتادت الصيادين الى سجن البحث الجنائي التابع لها في مدينة الحديدة وعفادت المصادر ان ميليشيا الحوثي تتهم الصيادين بانهم على تواصل مع اقارب لهم ينتمون لالوية عسكرية في المقاومة التهامية وقوات خفر السواحل وهي التهمة التي تستخدمها عادة كمضلة لانتهاكاتها الجسيمة في حق المدنيين في مناطق سيطرتها المسلحة